شاهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة يوم أمس انطلاق منافسات النسخة الثانية لبطولة أوروبا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواء والتي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة وذلك بصالة أرينا سبارتا بالعاصمة الشيكية براغ انطلاقة مثالية للبطولة المفتوحة لفنون القتال المختلطة الأوروبية والتي تزينت وتلونت بألوان بحرينية بالإضافة إلى أنها تميزت بتواجد الروح العطائية والتي أضافت للمشاركة نكهة جمالية فقد افتتح موقات الفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة عبدالله الفايز مشوار البحرين في اليوم الأول والذي يشارك بوزن سبعين كيلو جرام وقدم خلال نزاله الذي جمعه بالمقاتل الألباني أرمال أداء قوي وبطولي استمر لثلاث جولات ولكن قرار الحكام لم يكن في صالحه يودع البطولة في أول مشاركات خارجية له والله تمينا ثلاث جولات الحمد لله خلاص لي ثلاث جولة وخاصمي عرف نقطة ضعفة واستقالها وطبعا أنا كلها ألعب تحت أنا نازل خاصمي تحت وما قدرت أن نازلت تحت هالمرة بس هي يعني مثل ما تقول أول بطولة لي أشاركة برع وحمد لله على كل حال إن شاء الله لي أعطي أكثر إن شاء الله لي أعطي أحسن حابه أشكر سمو الشيخ خالد وقف معانا داشو إياه الكيج وكنت والله حاب أني أنجز شيء في هالبطولة لأنه يتعنى يالن ألي مني بس الحمد لله على كل حال أنا حبيت أهني اللاعبين صاحا على المستوى الراغي والأداء البطولي والرجولي اللي يقدموه اليوم ومثل ما الكلتشاف اليوم عندنا كان عبدالله الفائز لعب ثلاث لشوات لعبها بروح غتالية عالية وأبرز فيها حقيقة يعني ما تدربة ما تعلمة خلال هذه الفترة إلا أنتم تعرفوا هذه الغتال يعني أنت يا فاز يا خاصر والحمد لله أنه يعني أدى أداء رجولي وبطولي وهذه أعتقد هو أول فائز لعلى مستوى بطولة أوروبا وإن شاء الله القادم رح يكون الأفضل ومن الجانب الآخر دخل مقاتل فريق محمد عباس المشارك في نفس الفئة حلبت النزال بقوة وأستطاع أن يسيطر على مجرياته في الجولتين الأولى والثانية إلى أن عامل الخبرة كان ينقصه في الجولة الثالثة بالإضافة إلى قرار لجنة التحكيم الذي كان قاسيا ومنح الفوز لخصمه الإرلندي لهاموند اللاعب عباس خان كان باستطاعت أن ينهي المباراة في الجولة الثانية ولكن عامل النقاط حسم الموضوع للعب الثاني وهذه هي الرياضة فوز وخسارة عباس قدم مباراة رائعة لقد فاز في الجولة الأولى والثانية وقد أجبر الحكام على الاجتماع قبل الآن عن النتيجة وأنا متأكد بأنه سيؤدي بشكل أفضل في المرة القادمة بداية حملت عنوان التحدي والإثارة لفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة في هذا التجمع الأوروبي بما يدل على التطلعات والطموحات العالية للوصول للكمال والجمال في خط النهاية حاسم الشيخ لتلفزيون البحرين مدينة براغ أليتشيكيا ترجمة نانسي قنقر